أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن ما يجري في العالم اليوم من تطورات متلاحقة يؤكد ضرورة استمرار العمل من أجل صيانة ما تحقق الوطن من مكتسبات في مختلف المجالات وتصدي لأي محاولات تريد النيلة من أمن البحرين وبث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد وشدد سموه على أن ما تم اتخاذه من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار الوطن أن لا رجعت فيها فتعزيز الأمن والاستقرار سيظل في مقدمة الأولويات وقال سموه إن هناك أياد سعت إلى أن تكون أدوات لأنظمة خارجية لا تريد للبحرين وأهلها خيرا ولكن محاولاتهم باءت بالفشل بفضل من الله ثم بفضل شعب البحرين الذي أفشل بإرادته هذه المؤامرات جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من كبار المسؤولين والنخب الفكرية والصحفية والاقتصادية وعددا من السفراء حيث تطرق سموه معهم إلى العديد من القضايا التي تهم شأنين المحلي والدولي وخلال اللقاء أشهد سموه بما يتحل به شعب البحرين من وعي ومعرفة بكل ما يدور حوله من أحداث منوها سموه إلى أن شعب البحرين استطاع بوحدته وتماسكه أن يتحر كل المساعي الخبيثة التي كانت تسعى إلى جعل البحرين بلدا أو بلد تمزقه الفوضى وعوامل الفرقة والانقسام وجدد سموه التأكيد على أهمية أن يزيد التنسيق فيما بين دول مجلس التعاون وأن تتضاعف الخطوات من أجل تحقيق الاتحاد الخليجي لما فيه من خير لصالح الشعوب ودعم لأمن هذه الدول واستقرارها وقال سموه إن ما تشهده المنطقة والعالم من تغيرات تدفعنا باتجاه تقوية منظومة مجلس التعاون الخليجي فأمن المنطقة أولوية لمواجهة التحديات والمخاطر والاتحاد سيظل الهدف الأسمى منذ تأسيس مجلس التعاون وأكد سموه أن استمرار المؤامرات وتنوع أدواتها يؤكد أنه لا بديل عن اتحادنا الذي يقوي من عزيمتنا وقدرتنا في الحفاظ على دولنا وتحقيق تطلعات شعوبنا نحو المستقبل الأفضل وأضاف سموه أن ما تمر به الأمة العربية والإسلامية اليوم من أوضاع هو أمر مؤلم وما يجري حولنا من أحداث سبقة وأنحذرنا منها تكرارا وعلينا أن نستلهم العبر والدروس مما يجري من حولنا وأن نكون أكثر حذرا وسعيا إلى تحقيق ما نتطلع إليه من مستقبل مزدهر في الحاضر والمستقبل وأشهد سموه بالدور الوطني الذي يقوم به الصحفيون والكتاب في تنوير المجتمع والتعبير عن قضايا الوطن والدفاع عنه بكل إخلاص داعي ينسموه إياهم إلى الاستمرار في طرح أفكارهم ورؤاهم وأن تظل أقلامهم أدوات تدفع بالمجتمع نحو أفاق أكبر من العمل والإنجاز